على طاولي ووحدي ووجه لوجه اجتمع وفد المعارضة مع وفد النظام لاجراء ما سموه اصلاحات دستوري هذا المطلب نفسه اللي يعرضه بشار على الشعب السوري منزو انطلاق السورة وتمرقده طابعونا باستطلاع الرأي لنشوف اراء المواطنين والشعب الموجودين في ادلب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وصالح اليوم في اجتماع لوفد المعارضة ووفد النظام لاجراء اصلاحات دستوري شو رأيك بهذا النمر اين اصلاحات دستوري وانو معارضة هايش هاي معارضة هاي لا 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 طالعينا عمي طالعينا عدي مع النظام كل شي بحط ايده بيدي النظام هذا ما بمثلنا ولا بمثل اي شي بخص السورة لا دون ما ما اعترف فيهم ويمثلوا حالا وانفسهم بس ما انا علاق فيهم واتمنى من يعني كل شي اهلنا بالمحرر يوسطولنا هالرسالة هاي والاعلاميين انو انتو ما بتمثلوا غير انفسكن والنظام تبعكن لانو هني والدين عن النظام فقط هني مدورين على كراسة ومناصب مدورين على نجاح الثورة ولا على اهداف الثورة صالهم من ال 2013 هادا الحكي صالنا هلا 8 سنة هادا الحكي كذابين الله وكيله اصلاحات وليس تغيير اصلاحات شو بس اصلاحات دستور يلي عرضوا بشار نرجع حضن بشار لاساد يعني هلا هاي المعارضة يعني شو يعني بديوا انو صارت مثلها مثل النظام كذابين يشهد الله كذابين هايب شاهدنا الله بعد كل هالقاتل بعد كل هالدمار وبعد كل هالتهجير نقعد مع عطاولي واحدة مع وفد النظام هذا الشي انا ملي معه غلط انا راح نسد شباب ستة انت علي انا ايش بدفاوضا يا امي دفاوضا يا امي دفاوضا عندي لاش اللي لا يركوناني بشاري انا ايش دفاوضا قولي اصلاحات نو بيصلح حاله النظامين بيصلح الحالة على اي اساس بيصلح طيب على اي اساس اذا الشعب كله تهجار على اي اساس بدكترو تقعد معاه ولا لاتصالح ولا لا لاي شي نكون نحنا طلعنا بمطلبنا وان شاء الله نكملين فيه شو منك صار يصير عشو اي اس يرجعنا الشهداء يرجعنا العمور يرجعنا الاسرة يطالع الاسرة يعمل مبادر خير فقدنا السيقة ان احنا بوفد المعارضة خالص ما ضل لنا سيقة في يوم خالص صلنا يدعى السني كله بيكذب علينا كل مين بيرقود لمصلحته مفاوضات خلص الراح بالقوي ما بيرجع غير بالقوي الدم ما بيعيده غير الدم من اول شي النظام فرض وبشار الاسد قالنا انه على تعديل الدستور ولكن لا سواء ما رضيت ولا الاحرار ولا حدي بيرضى في هالامر هذا نحنا بدنا اسقاط النظام بكل رموزه بكل اشكاله ما بهمنا نحنا منضوع الدستور بعد ما تستقر البلد اهل البلد هنو نفسهم بحطوا الدستور بيكتبوا دستور وطني مو دستور مغلف خارجي من قبل روسيا والدول الثاني والاي اجتماع زكرني بقصة لغوار زمانه قالوا لغوار وينه دستور قال لن بخرج الاحمار راح بدي جيبوا الاحمار اكلوا ونحنا قالنا عشر سنين معقول نرجع نصدق النظام والاعيبه يعني ما بيكفي ضحك ولعب على الشعب لازم يتحول العجينير ما هو يرجع يعمل دستور من اول جيد ما هوي دستوره مجرم كامل يعني دستور قتل شعب سوريا وهجر ملايين نجم نقعد بنعمل حوارات معه